دلوقتي معدنا مع موجز الأهم وآخر الأنباء نسيبكم فيه مع زميلة دينا شرف شكرا لك ليلة التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جنينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة ومواصلة التنصيق المشترك معها لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي كأذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الصيني وانك يي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبو التعزيز والطر التعاون المشترك حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة سواء على السواء الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع بريكس ومبادرات الحزام والطريق كما تناول اللقاء تبدل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستوى الدولي والإقليمي وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وإجهاتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية وكذلك نزافتي للتوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلمات دياء رشوان أن مصر بدلت خلال المائة يوم الدامية التي مرت من العضوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع وأشار رشوان إلى إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإصراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يساهم في الحد من التفاق من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاء الفلسطينيون هناك استشد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية على منطقة مواصي غرب خان يونس كما استهدفت غارة إسرائيلية أحد المنازل بمخيم المغازي وسط القطاع مع أصفر عن شهداء ومصابين يأتي هذا في الوقت الذي وقعت في اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية بمخيم البريج وخان يونس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة الظهرية جنوب الخليلة بالضفة الغربية وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال قامت بدوريات في أنحاء المدينة واعتقدت عددا من الأفراد كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقلية غرب الضفة ومدينة أريحة شرقا وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد طفلين برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتطلع إلى استمرار التواصل الوثيق مع نظرائه في مصر وقطر وإسرائيل من أجل عودة جميع المحتجزين من غزة وخلال كلمة بمناسبة مرور مئة يوم على بداية التصعيد في غزة تعهد بايدن مجددا بالعمل على إعادة الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة إلى وطنهم وأشار الرئيس الأمريكي لأن وزير خارجياته أنتوني بلينكين كان في المنطقة بحثا عن طريق المضي قدما نحو التواصل إلى اتفاق جديد لإطلاق صراح جميع المحتجزين يلقي اليوم رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك كلمة أمام مجلس العموم حول مشاركة بلاده في ضربات ضد قوات الحوثي في اليمن يأتي هذا في الوقت الذي حضر فيه وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون من أن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجددا ضد قوات الحوثي في اليمن إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين في اليمن نحو حاملة الطائرات الأمريكية لابون العاملة في جنوب البحر الأحمر أطلقت بيونج يانجي مناجح صاروخا باليستيا متوسطة المدى يعمل بالوقودة الصلبة وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن إطلاق الصاروخ الذي تقول بيونج يانج أنه مدود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت كان يهدف إلى التحقق من قدرات التحليق والمناورة وكذلك موثقية محرك الوقود الصلب الجديد ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر